نظمت جامعة نالوت بمسرح كلية التربية ورشة عمل بهدف توضيح كيفية التعامل مع المنصة التعليمية والدراسة عن بعد بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة. لذلك سعت جامعة نالوت لمواكبة كل التقنيات الحديثة في مجال التعليم العالي والتي من شأنها رفع مستوى جودة التعليم، الأمر الذي ينعكس إجاباً على مخرجات هذه العملية من حيث زيادة التحصيل العلمي. بدأت الفكر تعداد المنصة وكذا، اللي هي بحكم الضرف الموجودين حالياً اللي هي وجائحة كورونا، لكن قبل بداية له تجهيز المنصة وغيره كذا، قمنا ببعض اللي هي الاستبيانات لمعرفة اللي هي مدى استعداد عضاء التدريس والطلبة. الورشة تضمنت التعريف بالمنصة التعليمية وكيفية إدخال المقرارات الدراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى التعريف بالدليل التعليمي المصاغر الخاص بالبريد الإلكتروني للجامعة والطلبة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والمتعاونين. تأتي هذه الخطوة في ظروف استثنائية تشهدها ليبيا من انتشار الفيروس كورونا، وما ترتب عليه من الالتزام بإجراءات صحية ووقائية في كل دول العالم، والتي ألزمت مختلف الأفراد على البقاء في المنازل وعدم الاختلاط حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع، الأمر الذي أدى إلى توقف الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية في ليبيا.